إذاعة القرآن الكريم من القاهرة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا على مدى 45 دقيقة ما يتيسر من سورة النمل ولقد آتينا بارود وحليمان عمّا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عذابه وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين وهرزت لي ما نداره وقال يا أيها الناس علم الناس وقال صيب قلنا منصفاً صيب وقوتينا من كل شيء إن هذا لوح الضرم وقفرني سليمان نوضه من الجن والجنس وقفرني سليمان نوضه من الجن والجنس وقفرني سليمان نوضه من الجن والجنس وقال الحب لله الذي ضمن على كثير من عباد وقفرني سليمان نوضه من الجن والجنس وقال يا أيها الناس قللنا منطق الصيب قللنا منطق الصيب وقوتينا من كل شيء قللنا منطق الصيب قللنا منطق الصيب قللنا منطق الصيب قلنا منطق الصيب وقلنا منطق الصيب حتى إذا أدوا على دنا لطالتنا له قالتنا لطيك يا أيها النور بخلوب تاكنكم لا يعطمنكم قالتنا لطيك يا أيها النور بخلوب تاكنكم ادخلوا مساكنكم لا يعطمنكم هم سليمان وجنوده وأولا يشعرون وإخرب سليمان وجنوده من الدين والإنس وفي الطير سليمان وجنوده يا أيها النور بخلوب تاكنكم لا يعطونه لم نفتني يا أيها النور بخلوب تاكنكم تدخلوا مساكنكم لا يعطمنكم سليمان وجنوده وأولا يشعرون سليمان وجنوده وأولا يشعرون سليمان وجنوده وأولا يشعرون سليمان وجنوده sopa أولا يكون هناك ورسوب اشتركوا في القناة 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 وَأَنَا إِمَّلَ الظَّالِعَاتَ رَبَّانُ وَأَذِرِي لِهِ بِالرَّحِمَّةِكَ بِعِبَادِكَ أَذِرِي لِهِ وَأَذِرَي لِهِ بِالرَّحِمَةِكَ وَأَذِرَىٰ أَذِرِي لِهِ بِالرَّحِمَّةِكَ لا أرى الهبع بأشان من الرائدين لا أعذب أنه عذابا شكيبا أولئا بأنه أولئا يرسي أنهي بسلطاق مبين وسأل سلطاق عدة قوية تقوم بأمان إداة لا أرى الهبع بأشان من الرائدين لا أعذب أنه عذابا شكيبا أولئا أتبعا منه أولئا أتبعا منه أولئا في اللي بسلطان مبين فخشة طواعي وضعي تمكت طواعي وضعي فخشة طواعي وضعي فخشة طواعي وضعي فخشة طواعي وضعي 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 وكتبه من الزبئ بنبكي أفريد إِنِّي وَجَدَتُمْ رَأَتْهَا سَمْعِطُهُمْ وَقُوطِيَا من كل شيء ولها سنعيم وَتَقْقَتُ وَعِيمِ وَتَقْقَتُ وَعِيمِ فَقْرُحْنَ مَا إِلَى فَقْرُحْنَ مَا إِلَى وَتَقْرُحْنَ مِنَا لَا إِلَى وَتَقْرُحْنَ وَتَقْرُحْنَ مَا إِلَى إنه أولياته أني بسرطان مبين وتفقق الله دخلق وتفقق الله دخلق وتفقق قد قعي رفق مأمالي تفقق الله أولياته أني بسرطان مبين صائبين وتفقق قد قعي رفق قولنا لينا قرب قد أمجاداً من العظيم لأعذب أن العذاب الشديد لأعذب أن العذاب الموء ما يأتي أني بسرطة مبين كما تتغير معي كما تتغير معي أقوى أن العذاب الموء ما يأتي بسرطة مبين عجب تتقلل سبع دماغي أكتير إني وليس مرحبا خلق وقوتي من كل شيء ولا عظم عظيم إني وجد سمع الأخلاق وقوتي من كل شيء ولا عظم عظيم إني وجد سمع الأخلاق وقوتي من كل شيء ولها عظم عظيم إني وجد سمع الأخلاق وقوتي من كل شيء إني وجد سمع الأخلاق وجد سمع الأخلاق إني وجد سمع الأخلاق 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وزين لهم الشيطان أعمالهم قد صدهم عن السبيل فهم لا يكتبون أم لا يكتبون الله الذي أخرى وضع في السماوات والأرض ويعلم ما تكون وما كالمون الله لا إله إلا هو رب العظيم قالت منه أخبرك أن كنت من الكاتبين قالت منه أخبرك أن كنت من الكاتبين 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 وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أبلا سعروا لك حما 4 وأخبرك أن كنت من كاتبين أخبرك أن كنت من كاتبين أخدقت أن كنت من الجالبين 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 ثم تعل عنهم صرب الله يغفرون قالت يا أيها الله أخدقت أن كنت من الجالبين 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 إنه من سليب عزا وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي أعتوني مسلمين ودف الله العظيم استمعنا إلى قرآن المغرب من القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب تلى من سورة النملة إذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة